بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشراية. النهاردة هنتكلم عن رؤيتين او آآ رمزين لو شفناهم في المنام فنبشر آآ بحل مشاكل. نبشر بخروجنا من آآ مشكلات آآ نبشر بآآ سداد لي الليون كمان من الرمز اللي بدل على النصر. وآآ غلبة للرأي خلاص من آآ عدو خلاص من آآ آآ هم او حزن او تفكير سلبي كان الرأي بيفكر آآ فيه. آآ اول رؤية او اول رمز لما يشوف الشخص انه آآ بيخرج آآ حشرات الشعر وبيقتلها. رؤية نازع الاملة او حشرات الشعر ويقتلها في المنام. اولا آآ من الرؤى اللي بتبشره بالخلاص من آآ مصائب او خلاص من آآ او حل مشاكل او خروجه من آآ آآ ازمات او فترة فيها حزن او فترة فيها آآ هموم. آآ كمان قتل الاملة او حشرات الشعر بيكون آآ بشارة بخلاصه من شخص مؤذي في الحياة او في الواقع. الاملة بشكل عام رؤيته من رؤى اللي بتشير لعدو آآ يمكن قريب للرأي ولكن هو ضعيف. فرؤية قتله في المنام فبيكون بشارة بخلاصه آآ من الشخص ده. آآ كمان احيان بيدل على الحسد فرؤيته برضو من الرمز اللي بتدل على الشفاء. آآ كمان قتل الاملة او حشرات الشعر من الرمز اللي بتدل على آآ تغلب الرأي على اشخاص كانوا آآ منافسين لي او كانوا كارهين آآ لي او بيتمنولوا ال آآ الازا. آآ كمان قتل حشرات الشعر برضو من الرمز اللي بتدل على خلاص الرأي من تفكير سلبي كان بيفكر فيه آآ من تفكير زيادة من آآ آآ من خوف من آآ توتر كان عايش آآ فيه. كمان قتل الحشرات الشعر او الخلاص آآ منها آآ دي برضو من الرمز اللي بتدل على خلاص من مشاكل او من خلافات. كمان بشارة بتحسن آآ في اوضاع الرأي للافضل آآ كمان لو كانت امرأة آآ متزوجة من الرأي اللي بتدل على آآ آآ خلاصها من مشاكل او خلافات آآ آآ زوجية. آآ كمان قتل حشرات الشعر برضو من الرمز اللي بتدل على كدوم آآ خير. كمان من الرمز اللي بتدل على آآ سعادة آآ على خلاص الرأي من آآ مكيدة او من خداع. كمان لو فتاعة زباء من الرمز اللي بتدل على خلاصها من شخص سيء كان آآ في حياتها آآ آآ ممكن كمان آآ خلاصها من لما تشوف آآ 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 آ وخلاصه من مشاكل او خلاصه من خداع كمان قدل حشرات الشعر من الرموز اللي بدل على انتهاء قرب او انتهاء فترة كت فيها حزن ونجاد الرأي من مكيدة او من خداع الرؤية التانية معانا النهاردة هي رؤية الدعاء الدعاء في المنام لما يشوف الشخص انه بيدعو في المنام فمن الرأي اللي بتبشره بالفرج وكمان بخلاص من هموم من مشاكل كان بيمر بيها او كان بيعاني منها لما يشوف الرأي انه بيتدرع بخشوع وبيبكي اثناء الدعاء فبرضه من الرموز اللي بتبشره بخلاصه من متاعب او من فترة كانت فيها حزن او كانت فيها قلم من الرموز برضه اللي بتبشر الشخص لما يشوف انه بيدعو بخشوع من الرؤية اللي بدل على استجابة دعاء وتحقيق امنيات كمان من الرؤية لما يشوف الشخص انه بيدعو انه يحقق لي يعني يدعو ربنا انه يحقق له شيء معين هو بيتمناه فمن الرؤية اللي بتدل على تحقيقه دي العمر ده كمان من الرموز اللي بتدل لما يشوف الشخص انه بيدعو بصوت يعني مسموع وفيه خشوع فبشارة بخلاصه من متاعب كمان الدعاء من الرؤية اللي بتبشر الشخص بالقرب من الله سبحانه وتعالى وفيه خلاصه من زنبه او من معصية كمان من الرؤية اللي بتبشره لو كانت امرأة متزوجة فمن الرؤية اللي بتدل على الحمل وعلى رزقها بمولود ومولود هيكون بار بيها كمان الدعاء من الرموز اللي بتدل على قصرة المال وكمان على رزق قادم لها لو كانت المرأة متأخرة في الانجاب او بتسعى الانجاب من فترة فبرضو من الرموز اللي بتبشرها بالحمل كمان الدعاء لله سبحانه وتعالى من الرموز اللي بتدل على التبديل فيه امور الرائي للافضل وللاحسن المرأة المتزوجة لما تشوف نفسها ان هي بتدعو وكان عندها مشاكل او كان عندها خلافات مع الزوج وتشوف نفسها ان هي بتدعو فمن الرؤية اللي بتدل على خلاصها من الخلافات دي او من المشاكل دي كمان الدعاء من الرموز اللي بتدل لما يشوف الشخص انه بيدعو لنفسه فمن الرؤية اللي بتدل على حدوث شيء هيحمد لي الرأي او شيء كان بيتمناه آآ كمان الشخص اللي بيمر بمشاكل مادية او بمشاكل اقتصادية ويشوف نفسه انه بيدعو في المنام فمن الرموز اللي بتدل على تحسن آآ في وضعه المادي كمان آآ بشارة لي الرأي لما يشوف انه بيدعو وهو آآ بيصلي او بيدعو بعد الصلاة فمن الرؤية اللي بتدل على تحقيق امنيات دالية واستجابة آآ دعوة الدعاء تحت المطر برضو من الرموز اللي بتدل على تغييرات آآ ايجابية آآ هتحصل في حياة الرأي كمان بشارة بفترة او بسنوات آآ قادمة هتكون فيها آآ رخاء وهيكون فيها آآ سعيدة آآ كمان الزواء الدعاء آآ في المنام للفتاة الغير مدزوجة هم بتدلها على زواجها من شخص هي كانت بتتمنى او آآ يعني آآ بتحلم ان هي آآ تتجوزه كمان الشخص المريض لما يشوف ان بيدعو في المنام فبيكون بشارة ليه بالفرج وبيق الشفاء آآ برضو من الرموز اللي بتدل على الترقية وعلى حصول الشخص على فرصة عمل وكمان على رزق وصلاح حاله وحال ابناءه لو كان هو عنده آآ آآ اولاد ده جدا باختصار آآ آآ رمزين او رؤيتين لو شفناه في المنام فنبشر بالفرج نبشر بخلاص من هموم نبشر باستجابة لدعاء آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله اشتركوا في فيديو جديد مرات السلام